الياس الحمروني طبيب شرعي ورئيس لجنة فتح المقابر بقرار وزير العدل 411 بالنسبة لعرض المتعلقات الشخصية الفكرة من هذا المعرض هو عرض المتعلقات الشخصية وغسل الملابس وكذلك تصوير العلامات المميزة مثل الأوشام وكذلك إذا كانت هناك عمليات جراحية كتتبيت المعدني بالنسبة للكسور أو في بعض الحالات التي صدفتنا كانت بوجود أعيرة نرية قديمة موجودة موتقة بتقارير طبية وكلها تم تصويرها وعدادها في هذه الخلفيات الموجودة بالمعرض وعرضها للتسهيل والغرض من ذلك هو التسهيل على الأهالي للتعرف على ضحاياهم من خلال ملابس ومن ثم يتم إعطاءهم تفاصيل دقيقة على الجدة في حالة الشك أو تعرف عليهم من خلال ملابس ونتبت معهم يعني هذه العلامات كان هناك طلقة قديمة موجودة وإذا كان كذا أو إحضار صور الأشعة وتم طبقتها وكذلك إذا كان هناك عمل بالأسنان كجسور الأسنان أو فقد بالأسنان قديمة قبل وفاها هذا تم تحديده طبعا من قسم الطب الشرعي ونحن نسهل على الأهالي ويقومون بفتح محضر متواجد معنا المباحث الجنائية ومدير إدارة التحقيقات بالمباحث الجنائية قوموا بإعداد محضر ومتم تحويل النيابة العامة لتبات تعرف الضحايا فهو مهمتنا نحن التسهيل على أهالي مفقودين لأعتورة ضحاياهم وكذلك تسهيل التعرف ترجمة نانسي قنقر